السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم مهند من قناة موقيا مينيو اليوم رح نبدأ بفيديو جديد على قناتنا طبعا قبل عدة ايام او 6 ايام بالاصح عملنا تصويت بين عدة العاب وكان الفوز من نصيب كاسل شنو بوبجي يا شنية لعبة بوبجي بلعنة دس لايك امزح معكم اخواني كان الفوز من نصيب بوبجي موبايل حصلت على 54% من اصوات متابعينا على القناة فقلنا خلاص ما بها مجال بعد لازم نسوي فيديو عن لعبة بوبجي لكن هذا الفيديو عن بوبجي انا كل مرة اعمل فيديو عن بوبجي وما يحصل مشاهدات جيدة ولا لايكات جيدة لكن ما اعرف ليش دائما يتكرر الطلب عليها رغم انه العاب اخرى ما عليها الطلب لكن يكون عليها لايكات اكبر ومشاهدات اقوى فحاليا سوف نسوي فيديو عن بوبجي اخر فيديو سويت عن كاسر الكراج حصل على 51 لايك اذا هذا الفيديو ما حصل على نفس العدد او اكثر فصدقوني ما را عيد فيديو عن بوبجي هذا تعذير لكم واني عند كلمتي لا الصراع عادي نسوي فيديوهات اخرى بين فترة وفترة وما نحب نطول عليكم المقدمة اكثر فخلوكم ايه الفيديو ويلا بينا خلنا نبدي طبعا مثل ما تشوفون حاليا انا عندي هذا الزي جديد طبعا البارحة اني اخذت هذا الزي وعندي عدة ازياء من الازياء المفضلة عندي صراحة هو هذا الزي مال الشرطين فاتوقع هذا ولا اه هذا اتوقع هذا هذا الصراحة الزي احبه كلش كلش فخلوكم يا نو خلي نبدأ وش هذا يا جماعة شو ما في حد ايش نصارفة فين اللاعبين مثل ما تشوفون حاليا احنا عدنا 100 شخص داخل الطيارة فخلونا نشوف وراح ننزل الصراحة موجودة هنا الحاويات فخلونا نقفز نوصل للحاويات اذا نقدر نوصل للحاويات الصراحة اني انتبعت على القفزة القفزة تقريبا تكون توصل الى 1500 1500 اذا قفزت بمستوى 1500 تقدر توصل تقريبا للمكان اللي انت تطلبه شو فسا راح نقفز لكن شوية ابعد ابعد بخمسين متر فما ادري اذا راح نقدر نوصل ولا لا فخلونا نشوف يا رب نوصل المسافة شوية بعيدة ما انا عارف اذا قدرنا راح نوصل للحاويات او ما نقدر نوصل لكن اريد اسوى هذا الفيديو بمواجهات كثيرة فلذلك راح انزل اه في الحاويات واذا خسرت مرة ثانية راح انزل واعيد بالحاويات ايضا او مكان شبه بالحاويات فمثل ما تشوفون حاليا قدرنا نوصل للحاويات قلت لكم انه هناك فرق بسيط وخمسين متر لكن قدرنا خلاص ننزل بالحاويات شي رائع خلينا نجيد اه جماعة الخير نزلونا نزلونا نشاقوا اياكم ياس جيد اه وش يا اخوانا حس ثقيل جدا جدا الحركة ما ادري اذا اقدر يعني نشوف كيف حرك الماوس اه بشكل كبير لكن ما يتحرك بس شوية فاتوقع المفروض العب بالاعدادات شوية اعدل فيها اه 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 في واحد في واحد ياس كتلت جيد يا جماعة هذا اول واحد قدرنا نقتله وننتظر نقتل البقية اه جايت جايت نرى الشاشة هذه اهم شيء يا جماعة والله ما ينفع كذا عند الحركة اه ضعيفة جدا جدا اه صراحة الحركة ضعيفة بالاسلاح للأسف اه والله انا كنت العب بها يعني قبل الامس البارحة لعبت في اللعبة وكانت الحركة فيها جيدة لكن ما ادري له الحين ضعيفة الحركة وما اتر حاليا اترك اللعبة وارح على الاعدادات ما ادري الاعدادات اذا طلعتها حاليا اه كيف اعدل هاي الحركة فاااا لازم احتاج شوية ادور بالاعدادات اكثر جا جا ما عاش ونزلتاني هنا لكن ما نلاقي احد معايا يعني وش السالفة صراح هذه الحياة المفروض اغلب الاشخاص يقفزون هنا لكن ما نداري اليه يعني ما في اي احد ما نلاقي احد بس واحد وقتلته فخلاص خلينا نمشي لان المسافة رح تبدأ يبدأ الزوم يجي يا جماعة وش هالحظ النحس يا اخي والله ما ينفع كذا يعني انا نزيت لي اجري انه تكون في مواجهات وكذا يعني المشاهد يستمتع معانا لكن ظهر اني حظي نحس جدا وحتى ما في حد نزل معايا بالحاويات الصراحة خايف لا حد يشوفني كذا وان جالس امشي اه جالس امشي كيف ايوه صح انا جالس امشي يقولون قاعد امشي في ناس يقولون انه قاعد امشي من واحد يقول قاعد امشي فيقول لك هذا خطأ كيف انت قاعد وانت تمشي صراحة اللي جالس في السيارة هو يطبق عليه هذا المثل او هذه العبارة انه هو جالس وبنفس الوقت هو جالس يمشي هو يمشي قصدي فشوفت كيف حاليا صراحة اكتشابت هاي المعلومة فاضيفوها لمعلوماتكم طيب انا راح اوقف هنا واحاول اني اعد الاعدادات اللعبة بشوف اه عناصر التحكم الحساسية اتوقع هنا الحساسية المفروض اه طيب كلها كذا عليني اياها منظارة جيد حاليا تقريبا جيد يعني حركة المنظار جيدة حاليا هذا السلاح الصراحة احب كثير اسمه كار وما ادري ليش هذا يعني من الاسلحة الوحيدة اللي للحين اني حافظ اسمها يعني ما اني سيته ابد فصراح هذا السلاح اسمه كار سلاح تقريبا يعتبر من الاسلحة القوية لتقدر تستهدف الاشخاص بشكل قوي فاودي بس منظار اذا عندنا منظار ولا ايش قصة يا جماعة اوف كار الله يا الله من تنفتح تنفتح يا جماعة الخير الصراحة ما حصلنا اي منظار ولا حصلنا السلاح يعني افضل من السلاح اللي عندنا فخلاص بنكمل الطريق بدون اي اضافات اخرى اه وش نسوي يا جماعة يلا واحد وراي بيركض اتوقع هذا بوت ولا ايش سارف يعني انقض الوقت كله بنقاتل البوتات بس يا جماعة والله ما ينفع كذا يا اخ نزعت بالحاويات لاجل اني احصل لكذا قتال قوي بالحاويات وبالنمية ما حصلنا اي شي بالحاويات الصراحة اه في هناك الصندوق اتوقع لو اروح هذا الصندوق افضل بيكون هنا المفروض المفروض يكون هناك اه في اشخاص اكثر جنب اه الصندوق خلونا نروح هناك ونشوف صعب اشوف اذا في حد جنب الصندوق او ماي جود او ماي جود فحاليا من حسن حظنا حصلنا كذا نظور وهذا نحطه هنا وهذا النظور خلاص بنرميه ما نحتاجه فخلنا نكمل دربنا الصراحة ذاك الاسلاح اللي انا تركته الصراحة هو افضل اتوقع انه هو افضل لكن هذا الاسلاح اكثر متوفر الطلقات متوفرة بكل مكان الرشاش فلذلك افضل اكثر طيب جاي شوف ما تشوفون امامي في صندوق حاليا راح يهبط عن الارض وفي هنا السيارة فاش راح اسوى انا راح اخذ السيارة واروح على موقع الصندوق لاجل اشوف الاشخاص اللي راح يجون على الصندوق وكذا اقدر اقتلهم بشكل مباشر والله يا جماعة الخير ما نداري اذا في اشخاص راح يجون ولا يا جماعة الخير ايش القصة جاي سلعب وحدي ولا بقوا تلتطعش شخص وللحين ما ظهر ولا واحد يا الله على السار فوش هذي يا جماعة في واحد يا جماعة في واحد لقيته يا جماعة والله واضح اني حظي زفت واضح يا جماعة الخير حظي ما هو جيد هالمرة وما ظن اني في حد نزل معايا يعني من الاشخاص حتى انا ما سمعت احد تكلم فواضح اني جبت العيد بهذه الجولة وانا وحدي مع هالبوتات وهالله يستر من نهايتها اتوقع راح يقتلوني وما اني قادر فافوز عليهم الصراحة مستوى يعني خمسة وثلاثين لكن الى الان يظهروا لي بوتات اثناء اللعب فاتوقع هو لا مهرب من البوتات لكن انه تكون الجولة كلها مجرد بوتات الصراحة فيه شي مزعد جدا جدا واذكر اخر فيديو عملته على القناة كان ايضا فقط بوتات معايا يا الله على السالفة هذه الصراحة فيه اشخاص يظهرون معايا من اكون العب يعني بدون ما اصور لكن ما اني عارف ليه حظي نحس كذا وعول ما بديت الجولة كانت مجرد بوتات معايا الله يستر من هذه السالفات اتمنى على اقل كانوا معايا واحد يعني بنقول قتلنا شخص خلاص باناظر فيه على اقل اجربو قبل ما تنخلص اللعبة فيه هناك رح يسقط ولا فيه واحد هناك يا الله يا الله وش هذا الحظ نحس يوس يوس كتلته هو يركض يا الله التصوير الصراحة من تجي تصوب لازم تكتم انفاسك لاجل انك تقدر تجيب الطلقة مضبوط يا اخي للحين بحس انه التصوير تحرك الشاشة ما هو جيد الصراحة فيه اشخاص رمى وامامي لكن ما نشايف احد اوف 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 خلاص قتلتك يا جماعة يا جماعة الخير حاليا انضربني الصراحة لكن ما انا عارف هو وين ها هيات هيات طيب خلاص يا جماعة الخير خلاص فزنا طلعنا الاول انا اتوقع حتى اخر واحد هو بوت ما هو انسان حقيقي اخوان خلاص يا اخواني خلي نتكلم الان بجدية هذا الفيديو عملناه حاليا عن بوبجي بغض النظر عن اللعبة وعن اني لعابت مع بوتات او ما لعبت مع بوتات اريد هذا الفيديو يوصل اكثر من خمسين لايك اذا الفيديو ما عبر خمسين لايك فيعني انه ما في هناك تفاعل مع اللعبة ما في تفاعل مع اللعبة كل ما نعمل تصويت تكون لعبة بوبجي هي افضل والاكثر قلبا في متابعينا لكن من نقوم بعمل فيديو عن بوبجي صراحة ما في احد يجي يناظر ويشوف الفيديو فاذا كنت انت مات بفيديوهات عن بوبجي ليه تصوت على بوبجي بس فهمني طيب انت انت بكلمك انت انت هذا اللي كان عندنا اليوم اتمنى يكون الفيديو نالاعجابكم لا تنسى ان تضع لايك وشارك بالقناة ودفع الزر الجرس ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتجنب مرض كرونة ننصحك باتخاذ الاجراءات التالية سبسكرايبه لايكه كومنته واغسل يديك قبل الاكل وبعدها ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات اشتركوا في القناة